السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لقاؤنا لهذه الليلة نريد ان نتحدث عن كيف يمكن ان نقتدي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة في كل الامم وفي كل الشعوب هناك اناس يبحثون عن اشخاص فريدين من نوعهم يريدون ان يتخذونهم قدوة في كل الحضارات في كل المجتمعات يبحثون عن من هم هؤلاء الاشخاص الذين فيهم صفات وفيهم شروط ممكن ان يكون النموذج الاكمل في البشرية صعب جدا ان تجد هذا النموذج صاحب المعالم الايجابية ربنا سبحانه وتعالى ارسل لنا رسلا لكي يخالط الناس ويقتدوا بهم كل رسول بعت في قومه الا وكان هو النموذج وهو القدوة الرحمن سبحانه وتعالى قال اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده جميع الانبياء وجميع المرسلين هم خير خلق الله ويبقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النموذج الاكمل في البشرية وحتى بين الرسل لان الله سبحانه وتعالى في اول الخلق نظر في قلوب المخلوقات اجمعين فوجد بان اصفى وانقى القلوب قلوب الانبياء والمرسلين فاصطفاهم ثم نظر في قلوب الانبياء والمرسلين فوجد بان اصفى وانقى القلوب قلوب اولي العزم من الرسل وهم خمسة نوح ابراهيم موسى عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام ثم نظر ربنا عز وجل في قلوب هؤلاء الخمسة من اولي العزم من الرسل فوجد بان اصفى وانقى القلوب هو قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تم جعله الله سبحانه وتعالى خاتم الانبياء والمرسلين والمرسلين ونحن المسلمين محظوظون جدا لان الله تعالى برحمته الوسعة اعطانا النموذج والقدوة الذي يمكن ان نقتدي به نموذج لبشر يعيش مع الناس واقعا حقيقيا بعيدا عن الافكار المجردة انه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم خير قدوة محمد صلى الله عليه وسلم لن تجد اي مخلوق واي بشر واي زعيم واي قائد كل تفاصيل حياته الصغيرة والكبيرة مكتوبة ومدونة في حياته اكتر من سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه امام الدعاة وانه القدوة وانه الاسوة وانه المعلم وانه المرشد وانه المربي الحكيم هذه الصفات في يقتل بها في كل احواله سواء في البيت والمجتمع وفي القيادة وفي الدعوة والارشاد كلها قدوة حسنة حتى ربنا عز وجل مدحه بقوله وانك لعلى خلق عظيم وانك لعلى خلق عظيم وعبر التاريخ وجدنا شعراء وادباء وفلاسفة ومفكرين يا ما تحدثوا عن هذه الشخصية الفريدة شخصية النبي القدوة يحضرني الان ما ذكره الشاعر الكبير احمد شوقي في تعداد بعض اخلاق النبي العظيمة وخصاله الكريمة وشمائله المباركة قال عنه زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء والحسن من كرم الوجوه وخيره ما اوتي القواد والزعماء فاذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لتفعل الانواء واذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء واذا رحمت فانت ام او اب هذان في الدنيا هما الرحماء واذا غضبت فانما هي غضبة في الحق لا ضغن ولا بغضاء واذا رضيت فذاك في مرضاته ورضى الكثير تحلم ورياء واذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء واذا قضيت فلا ارتيابك انما جاء الخصوم من السماء قضاء واذا بنيت فخير زوج عشرة واذا ابتنيت فدونك الاباء واذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الاصحاب والخلطاء واذا اخذت العهد او اعطيته فجميع وهدك ذمة ووفاء يا ايها الامي حسبك رتبة في العلم اندانت بك العلماء الذكر اية ربك الكبرى التي فيها لباغ المعجزات غناء كلام طويل ذكره امير الشعراء احمد شوقي في تعداد اخلاق النبي الكريم وخصاله العظيمة وشمائله المباركة حقا انه اطيب وانبل قدوة في التاريخ البشرية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قوله الكريم واضحا في كل حياته في بيته مع اولاده وبناته وزوجاته كان يحدثهم باطيب الكلمات واراق التعبير وكان يلاعب الاطفال ويلاطفهم ويدخل السرور على قلوبهم وكان يعدل بين الابناء والبناء هكذا كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وكان لا يستعلي على احد اذا قابل الناس قابلهم جميعا بالوجه الحسن المبتسم سواء الكبير او الوضيع كل من لقاه يقابله بوجه حسن مبتسم ويشارك كل الناس افرحهم واطرحهم ويهتم بقضيهم ويسعى لحلها وكان يساوي بين الجميع دون تمييز او تفريق سواء كانوا عربا او عجما صغارا او كبارا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة ارسى في المجتمع اسس العدل والحرية والمساواة بين جميع افراد المجتمع حتى غير المسلمين تعامل معهم بالعدل والمساواة وقد اشتت العالم معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم مع اعدائه وهو متمكن منهم فلم يظهر هذا التاريخ الكبير اي انسان رحيم باعدائه كما كان النبي الكريم الذي كان يقول اذهبوا فانتم اطلقا كان صلى الله عليه وسلم قائدا متواضعا ورقيق الاحساس كان يغرس في النفوس الرحمة ويغرس فيهم حب المسئولية وكان يقول كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته الامام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع في اهله وهو مسئول عن رعيته سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الاحزاب تسمى غزوة الخندق اعطانا قدوة عملية في المشاركة شارك اصحابه في التعب والعمل في الالام والامال حينما قام الصحابة بشق الخندق في غزوة الاحزاب وهي مهمة شاقة حفر الخندق طوله كان كبير بلع خمسة الاف ذراع وعرضه تسعة ادرع وعمقه عشرة ادرع خندق كبير وتم انجازه في سرعة كبيرة سيدنا النبي كان مشاركا في عملية الحفر كان يأخذ الفأس ويضرب بروح عالية وكان يردد ابيات وهو يحفر هذا الخندق ابيات كان قالها عبدالله ابن ابي ورواحة كان سيدنا النبي يأخذ الفأس وكيحفر في الخندق وكيقول اللهم لو لأنت مهتدينا ولتصدقنا ولا صلينا فانزلنا سكينة علينا وثبت الاقدام ان لقينا ان الال قد بغوا علينا وان ارادوا فتنة ابينا كان يقول النبي الكريم هذه الاشعار وهي لعبدالله ابن ابي رواحة والمسلمون يحفرون الخندق ويرددون بعده قائلين نحن الذين بايعوا محمدا على الاسلام ما بقينا ابدا وهم يعملون يترنمون بالاشعار وهم في حرب ومع ذلك كانت روح ايجابية عالية سيدنا النبي كان يعلم القادة ويعلم الزعماء ويعلم المربين والدعاة ان يعتن قدوة بفعلهم مع قولهم فالنبي الكريم امر بحفر الخندق وشارك اصحابه في الحفر وحمل الحجارة وجع كما جعوا وتألم كما تألموا ومع ذلك كان دائما مبتسم الصحابة عبروا عن ذلك بانشاده لما قالوا لئن قعدنا والنبي يعمل لدك منا العمل المضلل هكذا كان النبي الكريم قدوة يشارك في الكبيرة والصغيرة سيدنا النبي القدوة الحسنة وجه اوضاعا سياسية غاية في الفساد لكي تستطيع مواجهته وتغييرها منذ البداية اعلن ان الايمان الصحيح والعقيدة السليمة هما الطريق الوحيد للإصلاح والتغيير لكي يغير المجتمع الذي كان فيه اوضاع سياسية فاسدة كان اولا يغير النفوس كان يقول ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا بهذه الكلمة كان يغرس الايمان في القلوب ويزكي النفوس ويقيم بعد ذلك دعائم الدولة حتى قال الشعر كل القلوب الى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل اما الدليل اذا ذكرت محمد صارت دموع العارفين تسيل هذا رسول الله نبرس الهدى هذا لكل العالمين رسول يا سيد الكونيم يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا الذي رد العيون بكفيه لما بدت فوق الخدود تسيل هذا الغمامة ضللته اذا مشى كانت تقيل اذا الحبيب يقيل هذا الذي شرف الضريح بجسمه منهاجه للسالكين سبيل يا رب اني قد مدحت محمد فيه ثوابي وللمديح جزيل صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق وصار دليل هكذا كان المحبون يترنمون في مدح النبي المصطفى النبي القدوة ايها الاحب الكرام اذا كان سيدنا النبي هو القدوة وربنا عز وجل امرنا باتخاذه قدوة فما هي طريقة القدوة التي ممكن ان نتحقق بها اول شيء لابد ان يكون عندنا ارادة وعزيمة قوية بان نتبع اوامر هذا النبي الكريم ونجتنب ما نهى عنه فهذا مفهوم الاقتداء الاقتداء يتحقق بالطاعة وانتهاج المنهج واقتفاء الاثر لقول الله تعالى قل اطيع الله واطيع الرسول بل قال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله كل من يطيع هذا الرسول ربنا عز وجل وعده بمقام عظيم في الدار الاخرة ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا الاقتداء يكون ايها الاحب الكرام بان نسلم لكل حكم حكم به ولكل امر ارتضى هذا يكون من باب الاقتداء وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم الايمان الحقيقي لا يكون الا اذا وقع خلف بيننا لا قدر الله فاننا نبحث عن الحل في اقوال النبي الكريم وفي تقريراته وفي توجيهاته فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما الاقتداء ايضا ايها الاحب الكرام يكون بان نتخلق باخلاقه الكريمة وهي كثيرة اول خلق من اخلاق النبي الكريم التواضع كان يتواضع للخلق جميعا وكان لا يتكبر ابدا كان المثل الاعلى في التواضع والرحمة حتى انه في الاسرائي والمعراج لما جاءه جبريل وقال له يا محمد ان ربك يخيرك ان تكون ملكا نبيا او عبدا رسولا ما تريد هل تريد ان تكون ملكا نبيا ام عبدا رسولا فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يا جبريل بلغ ربي اني اريد ان اكون عبدا رسولا فنزل قول الله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ابناءه وابناء الامة الاسلامية ان يكونوا متواضعين وكان يحذرنا من الكبر الكبر ان يتكبر بعضنا على بعض قال النبي ان الكبر مانع من دخول الجنة وكان يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه النثقال درة من كبر لا تتكبر على خلق الله تواضع لخلق الله هكذا علمنا النبي القدوة صلى الله عليه وسلم وكان يربي الامة على اننا نحن كلنا واحد البشر واحد انظر الى الجميع انهم ابناء ادم وابناء حواء كلنا اخوة في البشرية الا لا فضل لعربي على اعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على اسود ولا لأسود على احمر الا بالتقوى التقوى ها هنا واشار الى صدره الى قلبه صلى الله عليه وسلم من اعظم مظاهر الاقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم اللي العلماء يقول لك هي المؤشر لك يقول انا كان اقتدل بالنبي الكريم من ابرز المؤشرات هي ان تكون تبكر الى الصلاة الذين يبكرون الى الصلاة فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اول ما ينادى للصلاة تجده يلب النداء يترك الدنيا خلفه ولهذا كان يقول من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله ذكر منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد عباد الرحمن معروفين انهم قلوبهم معلق بالمساجد ويبكرون الى الصلاة عند سماع النداء والذين هم على صلاواتهم يحافظون كذلك ايها الاحب الكرام من مظاهر القدوة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ان نحبه نحبه لداته حبا صادقا حتى انه كان يقول لابد ان تكون المحبة هي المقدمة عن كل محبة والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين لما يكون احساسك بان النبي الكريم تحبه اكتر من والديك واولادك والناس اجمعين تكون قد ضقت حلاوة الايمان هكذا يقول تلات من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما ولكي نحصل هذه المحبة انما تنمو وتتكاتر وتحصل بماذا بان نكتر دوما من الصلاة والسلام على هذا النبي المصطفى فعلينا ايها الاحب الكرام ان نبادر لكي نقتدي بهذا النبي المصطفى هذا النبي الذي هو نعمة الاب ونعمة الزوج ونعمة المعلم ونعمة المرشد ونعمة القائد ونعمة الموجه اياك ثم اياك ان تستبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير البعض يذهب عند بعض المفكرين او الفلاسفة او الزعماء او المشاهير يتخذونهم قدوة فاذا اردت ان تقتدي فاياك ان تستبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو خير من نقتدي به وربنا عز وجل يذكرون بان يوم القيامة هناك اناس فهموا كثيرا ولم يفهموا شيئا حينما اتخذوا القدوة اناس بشر يخطئون ويصيبون وتركوا هذا النبي المعصوم الذي يوحى اليه من رب العالمين يوم القيامة يشعرون بالندم والحسرة ويقولون يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتاه ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد ادجاني وكان الشيطان للانسان خذولا فنحن ايها الاحب الكرام نحن محظوظين جميعا محظوظين بان رزقنا الله تعالى هذا النبي نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وجعله قدوة لنا فاللهم يا رب اجعلنا نتأسى بسنة نبيك المصطفى ونسير على النهج القويم واجعلنا يا رب العالمين نسير على خطاه واجمعنا معه يوم القيامة في الفردوس الاعلى واكر اعيننا برؤيته ورزقنا الشرب من حوضه شربة لا نضمأ بعدها ابدا اللهم صلي وسلم وبارك على هذا النبي فهنيئا لنا ايها الاحب الكرام هنيئا لنا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة